بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي المشاهدين في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم والتغطية الخاصة التي تقدمها مصر الزراعية والمتعلقة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية ما في الشك نحن نعيش أيام فارقة في تاريخ مصر الاستفتاء بدأ من الأمس واليوم وغدا إن شاء الله على التعديلات الدستورية والحقيقة واضح أن في مشاركة إيجابية من جميع المصريين في جميع المحافظات لازم نكون عارفين أن المشاركة في هذا الاستفتاء هو واجب وطني بالدرجة الأولى وكل دستير العالم الحقيقة قابلة للتعديل وفعلا بيتم تعديلها كل فترة ولازم نكون عارفين أيضا أن الدستور يجب أن يتواكب مع الظروف الراهنة التي تعيشها كل دولة في كل ظرف وفي كل وقت إذن الدستور يجب أن يتم تعديله حسب الظروف وحسب المرحلة التي تمر بها البلاد الدستور منتج بشري قابل للتعديل لازم نكون عارفين هذا الكلام كويس جدا طبعا التعديلات واضح أن هي مهمة جدا من أجل المصلحة العامة من أجل النهوض بهذا البلد من أجل التنمية الشاملة واستمرارها من أجل عمليات الاستقرار من أجل الأمن والأمان اللي بتعيشه البلاد الحقيقة مشاركة المصريين كانت في الخارج كانت رائعة واضح أنه كان فيه إقبال من كل الدول من المصريين اللي عايشين في كل أنحاء العالم والمشاركة بالأمس كانت أيضا ممتازة في الداخل النهاردة وبكرة أيضا ينتهي الاستفتاء على التعديلات الدستورية نهيب بجميع المصريين النزول والمشاركة في الاستفتاء قل رأيك بكل حرية زي ما أنت عايز زي ما أنت شايف ولكن شوف الوضع صح ولكن قيم الأمور صح شوف بلدك دلوقتي فين وكانت فين شوف البلاد اللي حواليك إيه وانت دلوقتي إيه قيم صح أرجوك قيم صح وبعدين خد قرارك ولازم تكون عارف أنه صوتك أمانة هتسأل عنه يوم القيامة لكن المهم أنه كلنا ننزل كلنا ننزل عشان نبين للعالم أن الشعب المصري شعب عنده وعي عنده إيجابية بيشارك فيه العمليات في الاستفتاء على التعديلات الدستورية قل رأيك كما تريد المهم أنه ننزل وقيم الأمور وشوف البلد دلوقتي إيه وكانت إيه وشوف المأمور بإذن الله المستقبل بالنسبة لهذا الوطن هيكون إيه وقل رأيك زي ما أنت عايز بكل حرية لكن المهم فعلا أنه ننزل لأنه ما فيه شك أنه البلاد مازالت تمر يعني بظروف صعبة نعم عندنا استقرار عندنا أمن عندنا أمان لكن خلينا نبص للظروف المحيطة ولازم نكون عارفين أن الدول المحيطة بنا كل الظروف اللي بتمر بيها أكيد هتنعكس علينا فلازم تكون الجبهة الداخلية متمسكة الجبهة الداخلية قوية الجبهة الداخلية تكون ملتفة حول القيادة السياسية لأنه دايما أن الرئيس الحقيقي الرئيس السيسي بيقول طول ما الجبهة الداخلية قوية طول ما إحنا إيد واحدة أكيد هننهض بهذا البلد المهم أنهنا فعلا كلنا نكون إيد واحدة اللي يبرهن على ده واللي يدل على ده هو نزلنا في أيام الاستفتاء نزلنا بكثافة أمام اللجان وضواضح وإن شاء الله تنتهي عملية الاستفتاء على خير طبعا بالمناسبة دي لازم أوجه كل التحية لقوات الشرطة وقوات الجيش اللي هم بيأمنوا الحية اللجان لاستفتاء على مستوى الجمهورية وأيضا الخدمات العامة الإسعاف وغيره الحية متواجدين بكثافة في كل اللجان وعلشان كده المواطن بيشعر بالأمن والأمان حتى وهو رايح يدلي بصوته تحية كمان خاصة للمرأة المصرية اللي احنا شايفينها هي متوجهة لللجان بكثافة واضحة علشان كده هبقا عاوزين يعني الرجالة يكون عندهم يعني غيرة شوية وننزل بكثافة لللجان تحية لكل مواطن مصري حريص انه يدلي بصوته تحية لكل مواطن مصري يعي ظروف المرحلة الراهنة اللي بتمر بيها البلاد واضح ان طبعا لازم نشكر كمان مجلس النواب في الفترة اللي فاتت لانه عمل الحية مشاركة شعبية لم تحدث من قبل كل فئات الشعب سواء كانت نقابات هيئات جماعات كل الناس نقابات كلهم اشتركوا في المناقشات على التعديلات الدستورية حتى الطلبة في المدارس فعلا وجهت لهم الدعوة مجالس الأمناء والأباء والمعلمين في الإدارات التعليمية وجهت لهم الدعوة ان هما يكونوا موجودين في مجلس النواب لمناشة التعديلات الدستورية وده الحقيقة بيحصل لأول مرة ان يكون فيه مشاركة واسعة علشان نوع الناس ونفهم الناس كل فئات الشعب التعديلات الدستورية دي عبارة عن ايه المواد اللي تم تعديلها وايه المواد اللي تم اضافتها على الدستور الجديد علشان المواطن مهم قوي انه هو يكون عارف القصة مش انك انت القصة مش انك انت يعني مهم انك انت تنزل بس تكون عارف انت بتدلي صوتك عليه يعني تكون عارف هتقول نعم ليه او هتقول لأ ليه لكن احنا طبعا مهم قوي ان احنا نكون متوجدين فيه بكسافة في هذه الايام طبعا مصر الزراعية الحقيقة عاملة تغطية واسعة من المراسلين في جميع المحافظات علشان برضو نشوف ردود الافعال وايه الوضع وعلشان كده معانا مراسلنا احمد سعيد من طنطة اهلو مساء خير دكتور حامد برحب بيك اهلا وسهلا احمد رسالك وبرحب بسادة المشاهدين اهلا بيك ايه الاخبار يا احمد عندك يمكن انا كنت في مدخلة صباحا مع زميل محمد ترك ويمكن يتكلمنا عن العملية الصنظرمية هنا في محافظة الغربية ويمكن العملية الصنظرمية على قدم ماء وصاحة بالنسبة للمحافظة وبالنسبة للاجهزة الامنية وقوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية يمكن الحاجة اقوله دكتور حامد ان محافظة الغربية اللواء مهندس الشام السعيد محافظة الغربية كان منذ ساعة تقريبا بيتفقد احد اللجان احدى اللجان في قرية محلة مرثوم وهي قرية بتابعة حواري ثلاثة كيلو عن محافظة عن مدينة صنطة ويمكن من المتوقع ان شاء الله ان هو بعد العصر يزور احدى اللجان بقرية شوبر ايضا اللواء صارت حسونة مديئ بأمن الغربية تفقد عدد من اللجان في مركزي الصنطة ومركز زكتة من المعروف ان مركز زكتة من اكثر المراكز منذ امس في عدد النخلين الذين قدلوا بأصواتهم ويمكن كمان بينافس معه بشدة مركز المحلة الكبيرة ومركز صنطة ومركز كفر الزياد دكتور حامد الحادث اقوله كمان ان في حاجة كويسة جدا وان في بعض اللجان المتحركة ضم مبادرة السيد رئيس الجمهورية حامد 20 مليون صحة نتشفى عن الامراض الامراض غير السرية وفيروس فيه متواجدة متواجدة في اللجان تمام اللجان تمام تمام وبتساعد المواطنين اللي ما تشفوش خلال الفترة اللي فاتت وبتسهل لهم عملية اخذ العينات وبياخذوا النتائج بعض الخروج ودالي تفتيل عليهم وتوفير الوقت والجه اخبار المرأة وحضور المرأة في اللجان يا احمد دكتور حامد يمكن المرأة هي السر يعني كتير جدا بيعول عليها وهي كلمة السر في عملية الاستثار يمكن انا زرط عدد من المدارس استاذنا بدكتور حامد بقول بعض المدارس ان انا زرطها الاستقلال الابتدائية طنط السنوية الميكانيكية السلام الخاصة طنط السنوية العسكرية مدرسة بالصحة الابتدائية المشتركة ويمكن المدرسة دي بتوفر كرسة متحرك لكبار السن وزارة الداخلية بتوفر كرسة متحرك في المدرسة دي ومدرسة الجمعية الخيرية اللي اقبال فيها جيد جدا ومدرسة من شاولي عددية يمكن في المدارس دي وغيرها ومدرسة محمد فريد المدرسة اللي انا زرطها يمكن اقبال المرأة فيها يعني كبير جدا يمكن المرأة هي كلمة السر زي ما وصلت بكتر حمد في عملية الاستفاء وعملية الافتراع تمام كمان يمكن فيه تعويل على العمال في المحلة الكبيرة وفي محافظات كثيرة وفيه آسف دكتر حمد وفيه مراكب كثيرة جدا العمال في المطالع يمكن هيكون لهم دور كبير جدا يمكن انا اتشلمت مع بعض المصادر الخاصة واكدولي ان العمال هيكون لهم دور كبير جدا يمكن الشباب كمان لهم دور فعال ونسبة المشاركة الفارح بعد العصر كانت كبيرة جدا في بعض الاماكن يمكن المشاركة نسبية وبتختلف المكان لاخر وبتختلف من الحضر عن الريف ومن الريف عن الحضر تمام كانت كويسة مبارح ومش عايزين نغفة لأن مبارح كانت ليلة النصف من شعبان وتمسين ناس كثيرة جداً صايمة فأعتقد أن الأقبال هيكون إن شاء الله في تزايد خلال الساعات القادمة يعني بإذن الله ويمكن محافظة الغربية هي من أكثر المحافظات اللي بتشارك في عمليات الإستاء والعمليات الانتخابية المختلفة لو سمحت لي دكتور حامل سريعاً أعيد أضيف حاجة بالنسبة لمدرية الزراعة هنا في الغربية هي أقامت بالفعل غرفة عمليات لمتابعة العمليات الانتخابية داخل 8 مراكز في المحافظة ويمكن بعض الأماكن التابعة لمدرية الزراعة مثل الجمعات الزراعية وخلافه بها مقار انتخابية في بعض الأماكن في لجنة بتتواصل مع غرفة العمليات في المحافظة وبالتالي بتتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكان فيه مسيرة حاشدنا تنظمها وكيل الوزارة المهندس علي بيومي مع قيادات المدرية هنا وعدد كبير جداً من المهندسين تأييداً الحملة وحسن المواطنين على النزول هو ده الحياة واجب على كل مواطن مصر الحياة يا أحمد أنا بشكرك جداً وأتمنى أن الشباب فعلاً يكون لهم دور ويتوجهوا إلى اللجان للإدلاق بأساطهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وجود المرأة الحقيقة يا أحمد أنا شايف أنه هو وضع طبيعي لأنه حضرتك تعلم أنه المرأة في مادة جديدة تسمح لمشاركة أو زيادة عدد المرأة في مجلس النواب بنسبة 25% وده شيء الحقيقة رائع جداً بشكرك جداً يا أحمد ونتمنى لك التوفيق واحتمال نرجع لك مرة تانية بشكرك جداً مرسلنا أحمد سعيد من طنطا الحياة زي ما قال أحمد الغربية ما شاء الله اللجان فيها أو الناس كل المواطنين الحياة مقبلين على صناديق الاقتراع في اللجان المختلفة طبعاً المرأة زي ما أنا قلت في المقدمة لها دور كبير ولازم يكون لها دور كبير ودور واسع في هذا الاستفتاء لأنها طبعاً في مادة الحياة بتخدمها تمام طيب معانا مرسلنا محمد كمال من الجيزة قالوا نعم أهلاً يا محمد تفضل يا محمد إيه الأخبار عندك نحن الآن تواجد أمام وزارة الزراع والسلحة أراضي بها اللجنة 27 التي تضم العديد من المواطنين الآن أخذ العاملون باللجنة 27 استفاقت استراحة من الساعة الثالثة تمتد حتى الساعة الرابعة بعد ذلك كان استأنف العمل داخل اللجنة الانتخابية لحظة منصص صباح اليوم كان هناك لكبار من العشارات من المواطنين في الساعة الأولى في اليوم الثاني لإستفتاء على الدستور المصري العامل في الانتخاب عشر ولكن تزادت العداد مع مرور الوقت حتى أصبح هناك المئات يتوفدون على هذه اللجنة لجنة 27 بوزارة الزراعة والسلاح الأراضي كان هناك أيضا تواجد أمني من كبر رجال الجيش والشرطة فالرجال الجيش والشرطة متواجدين في وزارة الزراعة والسلاح الأراضي لتأمين العملية الانتخابية كما أن هناك العديد من السيارات الشرطية تقوم بالشوارع المحيطة باللجانة الانتخابية ليس فقط في وزارة الزراعة بحزبه ولكن أيضا في جميع المحافظة الأجهزة أعتقد يا محمد في المربع ده بالذات فيه ثلاث لجان مهمة أوي اللجنة الموجودة في وزارة الزراعة واللجنة الموجودة في المتحف الزراعي واللجنة الموجودة في معهد بحوث وقاية النباتات بالفعل قد جبنا في كل هذه اللجانة الانتخابية ولحظنا إقبال شديد من المواطنين على هذه اللجانة بالتحديد اللجانة المحيطة بمربع وزارة الزراعة فالمواطنون أكدوا اليوم أنهم في كل مناسبة سياسية يأتون بحفاوة بحب شديد لكي يدلب أصواتهم سواء كان لاتفتاع الدستور أو لأي مناسبة سياسية أخرى إقبال المرأة يا محمد أخبره إقبال المرأة كان إقبال واضح وشكل كبير لأن هناك مواد في التعديل الدستور تحس على جادة نسبة المرأة لنسبة إلى 25% في البرلمان المصري لذا كان هناك دعم كبير من المرأة لهذا التعديل الدستوري الشباب بالفعل تقريباً كالأطياف أو المرحلة العمرية سواء من الشباب أو المرأة أو كبار السن كان هناك تجاوب منهم في التعديل الدستورية في اليوم الأول وفي يومها الثاني فهناك إقبال من الشباب بشكل جيد وكان هناك من يروج أن الشباب لم يشاركوا في هذه الاحتفال أو العص الدموقراطي بالتعديل الدستورية ولكن أؤكد حضرتك الدكتور حامد أنه كان هناك إقبال من قبل الشباب في اللجان التي ذرتها فالشباب متوجدونا بشكل جيد في الاستثارة الدستورية لعاماً 2019 ده شيء رائع الحياة وبيسعدنا جميعاً الحياة أنا بحييك زميلنا العزيز محمد كمال مرسلنا في الجيزة وبحيي كل المرسلين الحياة في كل المحافظات قناة مصر الزراعية تقوم بتغطية خاصة لعمليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية واضح أن الجيزة أيضاً فيها زخم فيها حضور كثيف من المواطنين في اللجان المختلفة ويمكن المربع الخاص بوزارة الزراعة فيه فعلاً ثلاث لجان مهمة اللجنة في دوان عام وزارة الزراعة ولجنة في المتحف الزراعي ولجنة في معهد بحوث وقاية النباتات واللجان الحياة عليها إقبال من جميع الفئات العمرية وطبعاً أنا شفت ده بنفسي في الواقع وبرضو زمانة محمد كمال بيؤكد على حضور كبير من المرأة المصرية وأنا أعتقد أن هذا الحضور موجود في جميع المحافظات لأنه فعلاً في مادة في الدستور أو مادة تم إضافتها بتتيح أنه عدد القواعد أو عدد المقاعد في مجلس النواب تكون بالنسبة للمرأة تكون بالنسبة 25% وده نسبة الحياة لم تحدث قبل ذلك طبعاً 25% ده على الأقل يعني ممكن تزيد تبقى 30% تبقى أياً كان حسب طبعاً انتخاب المواطنين لأعضاء مجلس النواب إن شاء الله في المرحلة القادمة المهم أنها لا تقل عن 25% أعتقد أن عدد المقاعد بالنسبة للمرأة يزيد عن 100 مقاعد أعتقد ده عدد لا يستهام به وأعتقد أنه عدد هيكون مؤثر جداً بالنسبة لكل القوانين اللي بتخص المرأة المصرية وكل أطيافها ده مهمة أوي الحقيقة إحنا مازلنا معاكم ومستمرين للتواصل مع مراسلين في جميع أنحاء الجمهورية في كل المحافظات المختلفة وأنا مازلت بقاهيب بكل المواطنين اللي منزلش يدلب صوته يحاول ينزل النهاردة لسه فيه وقته وعندنا كمان بكرة إن شاء الله آخر يوم فيه أعمليات الاستفتاء ينزل يدلب صوته في اللجنة لأن صوتك الحقيقة مهمة أوي لأن ده واجب وطن واجب وطن يا جماعة وده قال لي شيء نقدمه لبلدنا يعني أنت دي حاجة بسيطة جداً طبعاً أنتوا عارفين التضحيات اللي بيقوم بيها رجال الشرطة رجال الجيش بيضحوا بأرواحهم بيضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن ومن أجل استقرار هذا الوطن ومن أجل استمرار المسيرة لهذا الوطن أقل شيء إحنا بنعمله أنك أنت تنزل تدلب صوتك أبسط شيء أعتقد ده موضوع يعني سهل جداً بسيط جداً لازم كلنا نكون حرصين علشان نبهان أمام الرأي العام ووكلات الأنباء واللي بيصوروا وكل الصحف العالمية ووكلات الأنباء العالمية اللي بتصور تبين أن الشعب المصري فعلاً شعب المتحضر وشعب ملتف حول القيادة السياسية وشعب ليه دور في أنه يرسم مستقبل هذا الوطن طيب معنا مين يا جماعة معنا الدكتور أحمد الصاوي نائب مدير معهد أورام طنطر ألو ألو سلام عليكم عليكم السلام أهلاً دكتور أحمد أهلاً بحضرتك يا فاندس أهلاً وسهلاً طبعاً إحنا بنحييك يا دكتور أحمد وحضرتك مؤسس حملة بأمر الشعب هتكمل يعني إحنا بنحييك وطبعاً يا ريت تطلعنا على الوضع وعمليات الاستفتاء والحضور الجماهري ودور الحملة في هذا الموضوع والله يا فاندم هي الحملة انطلقت يوم خمسة مارس انطلقت لها هدفين حدث قصير المدى اللي هو أن احنا بندعم الدولة المصرية وبندعم الرئيس ومؤسسات الدولة في الاستفتاء على تعديلات الدستورية وهدف بعيد المدى هو التواصل بين مؤيد الدولة المصرية داخل وخارج مصر الحملة انطلقت يوم خمسة مارس ونضم لها أعضاء كتير من محافظات مصر هي حملة شعبية غير رسمية غير مدعومة ولا إعلامياً ولا مدياً ولا أي حاجة عبارة عن مجموعة من المصريين داخل وخارج مصر بيحبوا بلدهم ما لهمش أي مطلحة غير متياتين غير ينتمون لأي أحزام ليسوا رجال أعمال وليهم مصالح شخصية وبيعملوا اللي بيعملوا ده عشان خاطر يحموا مصالحهم لا مش كل رجال أعمال ليهم مصالح شخصية دكتور رحمد يعني مش عاوزين نعمم يعني لا احنا عندنا رجال أعمال شرفاء وبيعملوا اللي بيعملوه ده من واجب ومن حيث وطني لا لا أنا بكلم ساعتك أن اللي انضموا للحملة ما لهمش أي مصالح تمام تمام وده شيء رائع يعني آه يعني الناس رباط بيوت ناس عاديين مصريين عاديين بينضموا للحملة بس كانوا يعني ما بيشاركوش يعني كانوا المصريين المتفرجين اللي هما بيقيدوا الدولة بس ما لهمش نشاط الناس دي احنا حمسناهم وتواصلنا معهم في كل المحافظات نزلهم وشاركو في كل محافظات مصر على صفحة الحملة عندنا حملة بأمر الشعب هتكمل بنعرض الفعاليات اللي بجينا من كل المحافظات نضم للحملة الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية وكانوا في استيبال السيد الرئيس في زيارة لنيورك نضم لنا الجالية المصرية في ألمانيا وفي فولندا وفي طاليا وفي النمسا نضم لنا مصريين من كل محافظات مصر دلوقتي أعضاء الحملة كل حتة في القاهرة اسكندرية في المانيا في بانسويت بينزلوا بيجمعوا أصدقائهم بيحشدوا أصدقائهم حبا في مصر وتأييدا للدولة المصرية وإدراكا منهم أن الدولة المصرية في حالة حرب وأن البلد محتاجة لولادها بالزبط تمام يزلوا ويشاركوا ويقفوا جنب بلدهم في لحظة حارجة زيدي تمام تمام ووجهنا رسالة لكل المصريين أنزل شارك مش لازم يعني حتى لو فيه تلبيات مش حتى لو فيه تلبيات حضرتك معترض عليها أنت مؤيد وشايف أن فيه تلبيات فعلى الوضع الآخر فيه إيجابيات وبنحمد ربنا أن احنا عندنا دولة فيها تلبيات وفيها إيجابيات وده موجود في كل دول العالم عايزين نشوف مصير الدول اللي لا فيها تلبيات ولا فيها إيجابيات ولا فيها دول دلوقتي موجودة على عرض الواقع وشعبها إحنا كمصريين بنصادتهم موسينا دلوقتي نسألهم طبعا نسألهم نسأل السوريين ونسأل العرقيين كنت تتحيالك في يوم من الأيام أن أنت راجل آل في بيتك وعند الدولة وعندك وظيفة وعندك يعني عندك كيان أن أنت في يوم من الأيام حيجي عليك الوقت تبقى أجير عند مواطن في دولة أخرى لا بس هم مش أجراء عندنا يا دكتور أحمد هم بيعاملوا معاملة المصريين الحقيقة ما فيش فرق بين المصري والعراقي وسوري على الإطلاق أنا بشي بتكلم من هم أجراء أنا بتكلم يا فاندي من هم أصبحوا موظفين في شركات أو بيشتغلوا طبعا يعني مديره بقى مواطن من جميل تاني بالضبط يعني ضيف على دولة تانية هو بقعت بلدي معزز مكرم أنا دلوقتي مصري بشتغلت بلدي بيحميني جيش بلدي اللي بيرقسني واحد مصري زي عايشت بلدي معزز مكرم فأنا عايز أحافظ على بلدي في يوم الأيام أشوف بلدي في مصير زي ده إحنا طبعا مهم جدا هذه الحملات بس يا كتور أحمد هل الحملة كان لها دور أن هي توعي المواطنين بالتعديلات اللي تمت على بعض مواد الدستور والمواد التي تم إضافتها ده مهم قوي علشان المواطن يكون نازل وعارف هيصوت عليه الحملة قدمت حاجات لمصر ما قدمتها أي حملة تانية على مدار تاريخ العمل السياسي في مصر وده لأن الناس اللي انضموا للحملة ناس على وعي يعني يعني مش وعي سياسي وعي ثقافي علي جدا أول حاجة أحداث الحملة نفسها هي زلع الولاء والانتماء عند أطفالنا مش بس عند الكبار بالضبط ده مهم يزلع الولاء والانتماء عند أطفالنا بسيطوا في صورة فيديوهات لأطفال بتأيد الدولة المصرية بتأيد الجيش المصري علشان في أطفال تانيين يتفرغوا عليهم ويشوفوا أن في أطفال يحبوا مصر وإحنا لازم نحب مصر وليه نحب مصر الحملة الأول مرة قدمت رسالة لقاطة وشعوب العالم بكل اللغات الرسالة ناصقة بالفرنسية والانجليزية والروسية والهولندية والألمانية بتوجه رسالة أن الشعب المصري واقف خلف جيشه ورئيسه ومؤسسات دولته ضد بعض المصريين المقيمين في الخارج اللي هم مأجورين من دول بترعى الإلهاب وبتهدد الأمن العالمي ده مهم والكيسة الرسالة دي باللغات كلها لشعوب الدول دي ودناها للجاليات المصرية كل جالية ترشورها للشعوب اللي في الدولة دي دي حاجات مقدمتهاش قبل كده أي حملة للدولة المصرية التعدلات الدستورية صوت وصورة شرحناها للناس مادة مادة ده مهم دكتور أحمد شرحناها مادة مادة ومش شرحناها بقى اللي هو كلام مكتوب أو طريقة بوست نازل على الفيسبوك لا شرحناها من المواطنين نفسهم اللي هو مواطنين من الشارع بيتسألوا إيه رأيك في المادة اللي تخص المرأة إيه رأيك في المادة اللي تخص المجلس العكري إيه رأيك في المادة اللي بتخص الرئيس والحملة بتراحة كانت حملة واضحة من اللحظة الأولى أنها حملة مؤيدة للتمرار السيد الرئيس في حكم مصر لحين استكمال الإنجازات. فإننا لم نستشعر الحرج. وإننا نقول بأمر الشعب هتكمل لأنك بأمر الشعب جيت ولازم هتكمل عشان تحقق لنا اللي وعستينا به. إننا نشوف مصر قد الدنيا. الحملة نجاحها إنها حملة صريحة وواضحة ومباشرة. بتتواصل مع مؤيدين الدولة المصرية في كل حصة داخل مصر وخارج مصر. وده عجب جدا الناس اللي هي بتأيد الدولة المصرية وبتحب البلد من قلبها. إن هم مش شايفين أي نوع من الاستشعر الحرج. إحنا بنأيد الرئيس المصري مش بشكل شخصي. إحنا بنأيد الرئيس المصري مش حبا في شخصه ولكن حبا في إخلاصه البلد. بالزبط. حبا فيما يصنع البلد. وده كان ردنا على النائب اللي في مجلس النواب اللي قام وأعلن إنه هو لا يحب الرئيس ولا يدعم الرئيس. إحنا ردنا عليه إن لا يليك به كوضو مجلس نواب. بتمثل الشعب المصري إنك تعبر عن موقفك بناء على عواصفك الشخصية. الشعوب بتحكم على الرئيساء بما يصنعه المصلحة العامة طبعا. طبعا. بما يصنعه الرئيساء. بالزبط. تحكم عليه بما يصنعه. أنا بحكم على أي مدير طي موقع تنفيذي من خلال إنجازاته. بالزبط. والإنجازاته دي بحكم عليها. استلم شغله. كان وضع المكان اللي هو مسؤول عنه. شكله إيه? والنهار دا شكله إيه? وبناء أنا عليه بقيمه. إذا كان فيه تحسن ولا ما فيش. بالزبط. بالزبط. لكن حضرتك ما تجي. يعني مش مجموع لك أصلا كمواطن إنك تتكلم باللغة دي. تقول بحبه أو ما بحبهوش. لا. ما بقى الحضرتك. العواطف هنا يا دكتور أحمد ملهاش مكان. لكن الإنجازات على الأرض الواقع هي اللي ليها مكان. الأمن والأمان اللي إحنا بنعيشه هو اللي ليه مكان. الاستقرار اللي بتعيشه مصر الحية هو اللي ليه مكان. وده كله لازم يترجم خلال اليومين دول. أو التلاتة يام مبارح والنهار دا وبكرة. الوضع فعلا فيه إنجازات ملموسة. إحنا شفناها. في استقرار وأمن وأمان إحنا عايشينه. فيه تنمية مستمرة. ما حصلتش في مصر الحية منذ سنوات عديدة. ده لازم يكون واضح لكل المواطنين. حكمت على الرئيس من وجهة نظر منطقية علمية. الحاجة تكلمني على وضع البلد. كانت ايه وقت ايه؟ بالزبط. دي الرسالة اللي وجهناها ليد دولة باسم الشعب حامل بعمر الشعب هتكامل. إن إحنا كشعب من حقنا نطالف دولتنا تمنع كارهين الدولة المصرية من الوصول إلى مناصب في يدينا. تمام. لازم يا جماعة لو سمحت يا دولة اتحرق عن كل واحد مرشح لمنصب قيادي أو مرشح لمنصب بالانتخابات حتى. شو في تاريخه. إذا كان كاره للدولة المصرية لا. بشكرك. بشكرك جدا بشكرك جدا دكتور أحمد ونتمنى لحضرتك التوفيق ولكل أعضاء الحملة. فاصل قصير أعزائي المشاهدين ونعاود اللقاء مرة أخرى فانتظرونا بعد هذا الوصول.